صباحو صباحو رجعت لكم بفلوغ جديد وصوتي مبحوح لانستوني قاعدة من حيز شونكم حباي بيشتاكت لكم اليوم عندي يوم جدا حماسي وحماسي ما عرف إذا هي كلمة تنقال بالعربي بس حماسي يوم حماسي نسيت فلشي بالبيت نسيت فلشي بالبيت يوم حماسي مثل ما قلت اليوم صباح طبعا سألزق بها الكلمة يوم حلو سأبدأ مع أبو اللول والكاميرا انقلبت سأبدأ مع أبو اللول وهالكاميرا ستوترني بعد حباي بي سأخرج أنا و هذه نشتري كم شغلة محتاجها مثل شوبينغ ورما أكمل من هذه سألزق لدي اليوم مشوار طلع مع صاحباتي صار لي سأشوف صديقاتي من جديد وأكيد ناكل ونشرب سوة ونتونس سأخذكم معي اليوم جميل مناسبة خوش مناسبة اليوم وساندرا قمت شوية تحت شيء زايد عن النزوم فراح تقفو اللولول هاي ساندرا هوايا سيستا هوايا هاي هلو 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 شكرا برو شكرا برو كيف تحففتك؟ بمواناونة ومع المنزل ومع شكرا شكرا برو هايا سيترى هذا نحن كاريني طريق مرحب نحن أترس نحن أترس أهلاً وسهلاً حبيبي لولو يا هلا شخباركم والله ماشي الحال نمرتوننا انتو شرقية صح لو هذا الصباح في 12 ربع وراح انا وهذه نروح الى غالريا مال نتريك شوي ناكل سوى نشرب تشاي وهان ونفتر على محلات هذه الهسة موسيقى اجينا الى غالريا مال انا وهاديل نحصانات هديل طعن اللي مايعرف اكتشفنا انا وهاديل انو بولندا يعني من رحنا للسفراء مالتنا مادر شون اجت بس فاديوم ابوع الهاديل اقل لها هديل هي رأسا جابتني ساندرا فهاي صارت مالتنا يعني السيجنتر انو كل واحدة تسمين تانيا هيت دائما دائما هديل اه ما اسمه دا كل يوم تطني هذه الماسكات أهو لا تسمين أهو اهو ماسك مع البايبي طعن هيا دا كل يوم ما تتعرف خليني قالوا ماسك على وجه على وجه على وجه هايز هذا المحل من محلات مفضلة اسمه موموسو ليش؟ لانه كل شي يبيعون يعني حاجات بسيطة تحتاجوها كل يوم هاي ابنكم ان شاء الله ها انا اسعد هنا كل شي يبيعون هنا يعني أشياء بأسعار جدا رخيصة وأشياء تستخدموها كل يوم بحياتكم اليومية كل يوم بحياتكم اليومية لا 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 ماهو 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 ناخذ هذا اللؤي حتى يعني خافي قلدي طلعا بدوني وهي وهم نشتري له شي يعني لا انا نقول ما لازم حد شمسة هذا دب عراقي دب عراقي طبعا هاي جايتنا كلها الى هذا المحل الي هو اسمه كلاسي وي ام يبيع عبايات الجنن شفناه على الانستغرام هذي لتعرف المحل واجينا نزوره ونشوف شنو عنده عندهم ألوان تخبل هل رأيكم هذه أول عبايا ؟ ما رأيكم طبعا تموت سيطايلها كلش كلش حلو هديل هسة هايا العبايا الثانية هايا تخبل تخبل شوفوا الخرز اللي بيها هم يم جمعنا النفذ طلبية طاب هديو سونا الشوفينج وكملنا رايحين الى دبي مول وابولول رايحين يجي وران هناك لنستمع الشوفينج نحن كالعادة نستمر في الشوفينج طبعا ما اعرف على ما اقزقز أكثر السمك او هديو اللي تذكرني انه لازم اطلع هاي اللقطة بالفلوك كماننا من دبي مول وهسنا هروح اتحضر لانه بعد تقريبا ساعتين الى هلا وشوفوا العرق تقريبا بعد ساعتين الى 3 ساعات عندي طلعة وي صديقاتي راح اراويكم الكشخة فتمتعوا بهذا الوجه والوجه راح يجي وراء حبايبي كملت هذا اللوك مالتي هس متاجهين الى المكان مالت السهرة طبعا عطفة مو طبيعية ان شاء الله ماكو مطار او شي بس لاتسي اوب 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 شنو هاللوبي واو بس فن دق يعني لم يرى ترجمة نانسي قنقر 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 3-4 منتر حبايبي رح انهي هذا الفلوغ هسه ان شاء الله يا رب عجبكم وتراقبوا فلوغات الجاية على قناتي اكيد اكيد لا تنسون تشتركون بقناتي اموت عليكم واشوفكم بالفلوغ الجاية Love you